اشتركوا في القناة مغطى من زجاج من الامام والخلف ولكن الاطراف منحنية من كلا الطرفين شيء شبيه باللي سامسونج بتسوي على اجهزتها في اخر عدة سنوات لكن الانحناء من الامام ليس بنفس القوة اللي بتشوفها على اجهزة مثل الجالكسي اس والجالكسي نوت ازرار التحكم الخاصة بالجهاز موجودة في موقع قريب جدا الى اليد بحيث انها مش عالية او مش محطوطة بالزوايا العلوية على اساس انك ما تتغلب بس تيجي بدك توصلها من الاسفل في عندك منفذ يو اس بي تايب سي بالاضافة للسبيكر الرئيسي اللي هو ليس استيريو للأسف ما في عنده سماعة ثانية بالاضافة لانه في عندك تري تاعت الشرائح اللي معمولة بطريقة غريبة شوي صراحة اول مرة بشوف شيء زي هيك انه كل الوجهين لنفس هذه التري بنحط فيه شرائح ما في عندك مايكرو اس دي كارد لكن اقل نسخة من النسخة الجهاز المتوفرة هي تأتي ب 128 جيجا بايت من مساحة التخزين الداخلية لكن النسخة اللي راح تكون متوفرة بالشرق الاوسط راح تكون 256 ولانه ظاهر الجهاز ما في عليه اي شيء لا قارئ بصمة ولا كاميرات ولا فلاشات ولا اي شيء ثاني فالقطعة الخلفية هي شقفة واحدة من الزجاج اللي ما في عليها اي شيء اللي بتعطي مظهر صراحة جميل جدا وجذاب بالاضافة انه انعكاس اللون عم تلفها عزاوية معينة مظهروا كثير كثير حلو الجهاز من اجمل اجهزة شفتها للان لكن بما انه ما في قارئ بصمة ولا في اي شيء من هذه الامور فهن راحت كلها كل بساطة كل هاي الامور موجودة في الجزء العلوي من التليفون اللي مركب عليه محرك اللي بيرفع الجزء العلوي هذا كله وبينزله اللي يحوي على الكاميرات الفلاش حتى الامور اللي بتتعرف على الوجه بحيث انه هون في عنا نظام شبيه جدا بنظام ابل للفيس انلاك اللي بيقوم بعمل مسح ثلاثي الابعاد للوجه عن طريق بروجكتر ثلاثي النقاط والليزر والامور هاي علشان يقدر يتعرف على وجهك وهذا الامر بيشتغل حقيقة بشكل جدا ممتاز بحيث انه كنت اجربه اما بالليل او حتى وانا بسوق بالنهار او بالليل والجهاز يكون بعيد عني مسافة فقط اول ما تلمح او تطلع على الجهاز مباشرة بكون صار متعرف عليك بالكامل وهي العملية كلها بتتم بشكل نسبيا سريع ليست صاروخية وطلقة مثل قارئ البصمة الاعتيادي اللي متعودين عليه لانه هنا في عندك محرك بده يرفع الجهاز كليا ويرفع الجزئية اللي فيها هاي الحساسات كلها ويقوم بتنزيلها كمان مرة الان هاي جزئية اللي فوق بعرف انه في كثير ناس راح يحكوا انه اوكي هذا الشي راح يخرب هذا الشي راح يصير له مشاكل الان هذا الشي بكل تأكيد راح يكون نقطة ضاعف في الجهاز فحرفيا حتى لما تيجي بدك تفتحه وتمسك القطع العلوية راح تحس انه فيها مجال للحركة لانه المحرك اللي موجود في الداخل عنده نقطة اتصال واحدة فقط بالنص مش ماسك او مش محركين من كل الاطراف اللي ممكن يعزز العملية لكن اوبو قامت باختبار هذه الميكانزم اكثر من 300 الف مرة اي شي المفروض انه يكفيك لغاية اربع سنوات دون ما انه هاي القطع تخرب في عندك عدة اشياء في هذه الميكانزم اللي بتحمي وجود القطع العلوية بالكامل بحث انه لو الجهاز وقع من ايدك الاكسلرامتر اللي موجود في الجهاز مباشرة بيقوم بالتعريف او تحديد انه والله الجهاز قعبوقة فمباشرة بيتسكر او اي ضغط راح تقوم بعمله على الكاميرا العلوية او على الجزء العلوي من الجهاز مباشرة جهاز لحاله راح يسكر لكن من الجدير بالذكر انه القطع المتحركة العلوية راح تقوم بتجميع اوساخ بغض النظر عن ايش راح تسوي لانه طبيعة جيبتك من جوه لما تحط الجهاز فيها اقمشة او اطراف الاقمشة هذي كلها بتترك اثار و بتترك شوية اوساخ و بتجمع شوية اوساخ اللي بالنهاية بتنتقل لداخل الجهاز الان كمان هاي بالنسبة الي ما كانت هالمشكلة العظيمة بحيث انه فقط بمسح طرف اصبعي من على اجزاوية العلوية و كل الامور هاي بتتنظف وبترجع الامور تمام لكن الجهاز للأسف الشديد مش مقاوم بشكل رسمي للماء والغبار بمعيار عالي ما في اي بي سكستي سفن او سكستي ايت ولكن اوبا بيأكدولي انه الجهاز مقاوم للماء ولكن بدرجة خفيفة يعني بتقدر انك تستعمله والدنيا بتمطر او انت ايدك مبلولة ومسكت الجهاز مش راح تأثر عليه بشكل عملاق لكن اي بي سكستي سفن او سكستي ايت مش موجودة هون لكن اللي موجود على هذا الجهاز هو شاشة بحجم 6.4 انش من نوع اموليد وبدون نوتش هذا الامر صراحة من اجمل اشكال الاجهزة اللي ممكن تشوفها على الاطلاق برأيي الشخصي هذه اجمل حتى من اجهزة مثل الفيفو اللي حاولوا انهم يقلدوا نفس الفكرة ولكن باسلوب مختلف لعن دقة الشاشة هي ليست كواد اتش دي هي فل اتش دي ولكنها فل اتش دي بلس لانه الجهاز يأتي بابعاد اعرض شوي او اطول شوي من المعتاد فهون متكلم عن ابعاد تساوي 19.5 الى 9 لانه الجهاز فيه تقريبا 400 بيكسل زيادة بالطول ولكن من ناحية دقة الشاشة اكون معكم صادق ابدا ما كانت عندي مشكلة بانها مش كواد اتش دي الفل اتش دي بلس لهاي الشاشة كانت جميلة جدا واكثر من كافي لعرض اغلب انواع المحتوى وللعب الالعاب بغض النظر ايش كانت في كثير من الالعاب الان صارت بتدعم الابعاد الكبيرة او الابعاد الاعرض بحكم انه كثير من الاجهزة المزودة بناتش بتخبي باقي هاي الامور تحت الناتش لكن هون انت في عندك تغطية للشاشة على سطح الجهاز تساوي 93% في عندك اطار رفيع جدا جدا من اسفل الجهاز واللي هو اسمك شوي من الموجود على الاطراف الاخرى ولكن بشكل عام ما في مجال المقارنة مع ايش اي اخر حاليا موجود بالسوق من الشركات الكبيرة المعروفة امر اخر ابهرني جدا في هذا الجهاز كان الكاميرات بحيث انه الكاميرات المخبأة خلف القطع المتحركة من الخلف يأتوا عندك ثنتين فعندك الرئيسية بقوة 16 ميجا بيكسل مع حجم بيكسلات كبير ومع تثبيت صورة بصري والكاميرا الثانوية اللي تأتي بقوة 20 ميجا بيكسل ولكن بدون تثبيت صورة بصري مش تليفوتو مش عدسة اعرض عدستين عاديات والفكرة منهم انه الجهاز بيجمع الداتا من كلا الحساسين لا ينتج صورة واحدة تملك بعض الخصائص المثيرة للاهتمام فالجهاز حقيقة الاستخدام الفعلي لإله كان مبهر جدا الصور اللي كنت أحصل عليها من هذا الجهاز كانت على مستوى عالي من الحدة بالإضافة انه ما كان فيه نويز بشكل كبير جدا في الليل بتبلش شوي الكاميرا تعاني لكن بشكل عام في ظروف الإضاءة الجيدة الصورة ألوانها ممتازة جدا توليد اللون بالكاميرات الخلفية كان رهيب وأيضا توازن لون أبيض حسيته كان فيه يعني درجة كبيرة جدا من الدقة بحيث انه ما كانت الكاميرا تشلف وتعطيني صور فيها شيعهات شوي لكن بالنسبة للفيديو لما نتكلم عن هذا الجهاز فالكاميرا الخلفية للأسف الشديد الأو اي اس فيها حسيته مش مفاعل بشكل كامل لما كنت أصور 4K فالصورة فيها اهتزاز خفيف لكن بشكل عام يعني بظروف الإضاءة جيدة رح تكون الصورة أوكي لكن في ظروف الإضاءة منخفضة رح تبلش تشوف نويز أكثر وهذا الأمر أغرب الأجهزة الجوالات تحديدا بتعاني معه بشكل أو بآخر بحكم الحساس الصغير أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي صراحة شي خارق جدا على هذا الجهاز بحيث أن هون قد نتكلم عن كاميرا بقوة 25 ميجابيكسل اللي أيضا مخططة تحت كل الحفلة اللي بتفتح وبتسكر هذه من الأمام واللي صراحة من أجمل الكاميرات اللي شفتها لحد الآن حتى مقارنة بكاميرات مثل كاميرات البيكسل فبنتتحلم عن حدة رهيبة صراحة ورزيليوشن أضخم من أي شيء ثاني أكبر من اللي موجودة على البيكسل أكبر من اللي موجودة على جهزة سامسونج ومن ناحية الحدة وجدتها فيها دقة كبيرة جدا صراحة بالإضافة أنه ألوانها كانت طبيعية ما فيه أي بوست غير طبيعي من نفس المعالجة تحت الصور اللي بتتم بنفس الجهاز بالإضافة أنه تطبيق الكاميرا صراحة فيه حركات عجيبة فبإمكانك أنك تلتقط صورة لإلك وتعمل مسح ثلاثي وتقوم بالتعديل على شكلك بطريقة أو بأخرى تكبر الأنف تكبر العيون تزغر الذقن وتصير بعدين أي صورة بدك تلتقطها وإنت بتطلع في الصورة مباشرة جهاز بيقوم بعمل هاي التعديلات عليك هاي كلها فلاتر في السوق الآسيوي مطلوبة وبشدة بالنسبة لنا إحنا ما بنعدل لهالدرجة على حالنا ولكن في آسيا هذا أمر طبيعي جدا الآن في مجموعة أخرى من الفلاتر اللي بتقدر أنها تعدل على شكل الإضاءة في فلتر بيخليك تطلع لونين أو تطلع بإضاءة درامية هيك بطريقة عجيبة ولكن بشكل عام الكاميرا لحالها دون أي فلاتر كانت رائعة جدا صراحة ومن أقوى الكاميرات الأمامية اللي شفتها أما بالنسبة للأذاء فالفايند اكس يأتي مع أقوى المواصفات اللي موجودة حاليا فبنتكلم عن معالج من نوع سناب دراجون 845 والجي بيو اللي هو الأدرينو الستمائة وثلاثين بالإضافة لثمانية جيجرام الأمر اللي بينتج لك تجربة في الجيمينج سلسة جدا صراحة مسكة الجهاز بالبداية راح تكون غريبة بحكم أنه الأطراف لرفيعة زيادة عن لزوم أو الحواف اللي شبه مش موجودة راح بالبداية ممكن تخليك تضغط على أزرار بالغلط خصوصا على بعض الألعاب اللي بتكون مثلا فاردين لك ماب على الزوايا وكبسات زيادة لكن بشكل عام بعد فترة من التعويد قل من ثلاث أربع أيام كنت صرت ماخذ عليها بشكل كبير جدا وبتقدر أنك تلعب براحتك نعم مسألة الصوت أنه عندك سماعة واحدة للأسفل راح تأثر على تجربة الجيمينج لكن من ناحية فريمات ومن ناحية جمال للصورة وتنتيع وهاي الأمور جهاز حقيقة كان أداءه رهيب جدا فأغلب الألعاب اللي شغلتها ما كان فيها أي مشكلة إطلاقا الجهاز حرارته ما بتحمى بشكل سريع فحتى بعد ساعة كاملة من الجيمينج جهاز كانت حرارته مقبولة وكنت قادر أمسكه بكل أرياحية هذا الأمر الزجاج نفسه وجسم الجهاز بيساعد على أنه يشتت الحرارة هاي بشكل جيد جدا أما بالنسبة لنظام التشغيل فهو أندرويد 8.1 أوريو اللي أوبو حكوا أنهم راح يحدثوا لأندرويد 9 في وقت قريب ولكن هذا الكلام كله مبني فوقه الواجهة الخاصة بأوبو اللي هي الكلار أو اس إذا مسكت واحدة من أجهزة أوبو من قبل وشكل قائمة التشغيل والدروب دام منيو والأمور هاي كلها هو نفسه اللي موجود على الأجيال السابقة في عندك أيضا الجيم أكسلريتر والجيم لونشر اللي هو عبارة عن تطبيق بتقدرت لما تدخل عليه تخصص كل ألعابك أنه مباشرة أول ما أنت تفتح اللعبة يفضي كل شي موجود على الرام ويعمل عدم اللي هي عدم الإزعاج وما أنه يطلع لك تنبيهات عساس أنك تقدر تركز باللعبة عندك أيضا عدة إضافات بتخص شكل الثيمات الخاص بالجهاز ففي عندك متجر اللي بيسمح لك أنك تغير على شكل اللوك شكرين وشكل الالوز عن ديسبلي وكل هذه الأمور لكن بالنسبة لي أنا بفضل واجهة قريبة إلى الخام أكثر والأمر اللي حقيقة ما واجهت فيه أي مشكلة بإني أغيره على هذا الجهاز بعض الأجهزة الصينية بتخليك تعاني علشان تغير اللونشر هذا الجهاز العملية كانت أبسط منها ما فيه ونتيجة نهائية كانت جدا جميلة صراحة وشكله جدا خفيف اللهم الشيء الوحيد لما قدرت أني أغيره ولا بأي طريقة حتى من خلال متجر الثيمات كانت لدروب داون منيو اللي من الأعلى اللي بيطلع لونها أبيض اللي أنا بالعادة بحب أني أخليها أسود على أغلب الأجهزة الثانية لكن يعني شيء بسيط أو ثمن بسيط بدك تدفعه مقابل أنك تحصل على الشكل هذا لهذا الجهاز أما بالنسبة للبطارية فالفايند اكس مزودة بطارية سعتها 3730 مل آمب اللي من استخدامي خلال أسبوع ومع سفر ومع كل شيء بنهاية يومي ما كانت توصل لأقل من 35% في أثقل الأيام استخداما حقيقة مواصفات هذا الجهاز مع الشاشة الكبيرة بالبداية كنت متوقع أنه جهاز رح يعاني معي أو مش رح يمشيني نص يوم من ناحية البطارية لكن فعليا على الاستخدام الواقعي خصوصا مع السفر رحت ورجعت فيها دبي والجهاز بطاريت وأمورها تمام في بعض الأيام كنت أحط رأسي وبيدي أنام أحطه على الشحن والبطارية على 50% ولما تحطه على الشحن هذا الجهاز مزود بنفس تقنية الشحن اللي موجودة على أجهزة مثل وون بلس اللي بالحقيقة وون بلس ما أخذينها من أوبو لأنه هاي الشركة بتملكهم ولكن هنا مسمينها الفوك شارجين اللي هي 5 فولت على 4 آمب اللي بتعطيك 20 واط من الشحن أي ما يقارب شحنة كاملة خلال ساعة وخمس دقائق تقريبا لل3730 مل آمب اللي هو رقم كبير جدا هذا الجهاز سعره 4000 درهم أي 800 دينار أردني أي ما يقارب الألف ومئة دولار غير العملة بالدرجة من أنت العملة يا أمر برجعلك لكن في مصر حيكون سعره أعتقد 16 ألف جنيه 250 جيجا بايت بسعر 4000 درهم أي هذا الجهاز أغلى من النوت أغلى من الأس أغلى من بعض الآيفون مش كلهم آل أجداد لا فهذا مش جهاز رخيص أبدا ومع هذا الجهاز أنت بتفقد أمور مثل الشحنة لاسلكي مقاومة الماء والغبار منفذ ثلاثة ونصف مليمتر للصوت شاشة كواد أجديل موجودة على باقي الأجهزة فلإيش تغلب حالك وتدفع كل هذه الفلوس عشان تشتري هذا الجهاز بكل بساطة الإجابة في الواجهة هذا المظهر وهذه الأناقة في التصميم هي شيء بصراحة مش موجود على أي جهاز ثاني هذا أجمل جهاز رأيته قلال سنة 2018 دون أي منازع صدقا أنا شخصيا محتار أغير أو أرجع على النوت ولا لا لأنه بالنسبة لإحتياجاتي الكاميرا رائعة البطارية رائعة الشاشة خرافية والنظام التشغيل بعد تعديلاتي عليها صرت أقدر أتعايش معه بسهولة فاللي بيظل هو مسألة السعر فالسعر نقطة راح تكون سلبية للبعض ولكن هذا الجهاز أوبو مش عاملته علشان يكون رخيص فهو بكل تأكيد بحد ذاته statement من الشركة إنه إحنا ترى بنقدر نعمل كل هاي الأشياء وما حدا ثاني يعني داخل بهاي الأمور فهل بستاهل أمر بيعتمد عليك ولكن هاي كانت تجربتي مع الجهاز إن شاء الله تكون استفتوا واستمتعت هذا كان كل شيء لهالفيديو كان معكم صلاح حامد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر